السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب الجميع في هذا الدرس وهو كيف تحل معادلات ذات الخطوتين انا راح احلكم الموذج وانتوا ان شاء الله تطبقوه واشوف اردكم وتعليقكم على المقطع لنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ثلاثة سين زائد اثنين يساوي ثلاثة وعشرين طبعا سين هي سين هنا هي المتغير يعني هي كمية مجهولة غير معلومة علشان نطلع وانتبع خطوات التالية وهي اللي نحلها في معادلات خطوتين ثلاثة هو العدد المضروب في المتغير اي يعني ان ما ينفع هو هنا بينهم ضرب بس ما ينفع ان نحط ضرب نحط كده وهي هذي هي المعادلة زائد اثنين ساوي ثلاثة وعشرين في يعني في من بعض المعادلات حلها ذهنيا بس انا راح اعلم لكم الطريقة عشان ما تصعب عليكم طبعا في كل معادلة راح تجيه كذا مثل هنا طبعا هنا زائد اثنين نطرح اثنين لكل الطرفين طبعا بو شرط في كل معادلة اثنين العدد اللي يكون هنا هو المعادلة الجمع يعني ها هو اللي نطرح مثلا لو جهينا ستة نحطها ستة مو نشرط على ثنين طبعا ثنين ناقص نا يساوي صفر نحذفها ثلاثة وعشرين ناقص ثنين يساوي واحد وعشرين نزله على ثلاثة ثلاثة سين ننزلها ما قد عرفنا الكمية ثلاثة تقسيم ثلاثة ساوي واحد نحذفها بقى معنا السين السين تساوي واحد وعشرين تقسيم ثلاثة بالعقل تساوي سبعة يعني الحين للتحقق ثلاثة ضرب سبعة زائد اثنين يساوي ثلاثة وعشرين اتمنى ان الدرس كان جدا سهل عليكم واي درس بغانا اشرحكم انا اشرحكم مع تحية اخوكم ناصر عسيدي